أخي المستمع وأختي المستمعة هل المطلوب منك أنتك اليوم تقوم الصباح ساعة خمسة حق الشغال وحق يعني مثلا وترجع ساعة 12 بالليل أو عشان فقط تعب ومعاناة في الجمع وفي الكد وهذا هل هال المطلوب منك في الحياة؟ أما أن المطلوب منك شيء آخر المطلوب منك هو فقط تغيير معلومة يا إما معلومة جديدة تضيفها أو معلومة خطأ تستبدلها مرة ثانية معلومة جديدة أقصد فكرة جديدة اللي هي المعلومة فكرة جديدة تضيفها أو فكرة خاطئة تستبدلها يعني مثلا للي يعتقد فكرة أن الحياة معاناة مثل ما ذكرت المثال في البداية أن الحياة معاناة هكذا الفكرة الله سبحانه وتعالى ويقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين يعني طبعا الله سبحانه وتعالى سوف ينصرك في هذه الفكرة وكان حقا علينا نصر المؤمنين أي إيمان تؤمن بفكرة الله سبحانه وتعالى سوف يجليها في حياتك وتظهر في جوانب ومفاصل حياتك تؤمن بالمعاناة؟ خلاص المعاناة بتكون في حياتك تؤمن بالوفرة؟ الوفرة بتكون في حياتك تؤمن بالثراء؟ الثراء بيكون في حياتك تؤمن باليسر؟ اليسر بيكون في حياتك تؤمن بالبلاء والابتلاء؟ بيكون في حياتك وهكذا الأفكار التي تضعها فأنت لابد أن تنقح معلوماتك وأفكارك تضيف الأفكار الإيجابية المفيدة وتستبدل الأفكار والمعلومات السلبية الضالة